تسليم وانسحاب شكلي للقوات وعودة إلى مربع تمرير المغالطات هكذا تصف الحكومة الشرعية عملية إعادة الانتشار التي أعلن عنها الحوثيون في موانئ الحديدة تنفيذاً للمرحلة الأولى من اتفاق ستوك هولم برعاية الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي التي قالت قبل أشهر إنها سلمت الميناء لقوات خفر السواحل تعود مجدداً للحديث عن عملية إعادة الانتشار اليوم ما اعتبره مراقبون بمثابة إثبات للتناقض وعدم جدية هذه الخطوات منذ بدايتها عملية إعادة الانتشار من قبل الحوثيين جاءت استباقاً لجلسة مجلس الأمن هذا الشهر كما يقول متابعون خاصةً وأن ميليشيا الحوثي تلقت رسائل من طرف اللجنة الرباعية بأن الجلسة المقبلة لمجلس الأمن ستعتبرها طرفاً معرقلاً لتنفيذ اتفاق السلام المبعوث الأممي مارتين جريفث لم يكن خارج سياق الأحداث والتطورات الخاصة بالحديدة حيث أعلن عن بدء اجتماع بينه وبين الأطراف اليمنية في العاصمة الأردنية عمان لبحث تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة الاجتماع وبحسب المبعوث سيناقش قضايا إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في جميع المحافظات أداء غير واضح للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن فعلى الرغم من جولاته العديدة بين الرياض وصنعاء وإعلانه عن وجود تفاهمات جادة فإنما يتم من قبل الأطراف على الأرض لا يؤكد صحة تلك التصريحات آليات غير واضحة تتبناها الأمم المتحدة إذن لتنفيذ بنود اتفاق السلام وهو ما ينذر بعودة الأزمة إلى بدايتها أو حلها بشكل غير جذري